السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنتكلم عن حقيقة زواج الفنانة بوسي بعد رحيل زوجها الفنان نور الشريف بسنوات في عمرها التمانية وستين من رجل أعمال شهير ومعروف بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة وعمل لايك للفيديو عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجراز علشان يصلك كل جديد الفنانة بوسي اسمها الحقيقي صفي ناز مصطفى محمد أدري من مواليد 26 نوفمبر 1953 كانت متزوجة من الفنان الراحل نور الشريف ولديها بنتان مي وصارة ولدت في حي شبرى بالقاهرة تخرجت من كلية التجارة عام 1977 بدايتها الفنية كانت في سن مبكر حيث شارقت في مسلسل جنة الأطفال وهي في العاشرة من عمرها على مدار تاريخها الفني الطويل شارقت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية وأبرز أدوارها كان في التلفزيون كان في مسلسل خلط صفية والدير وتدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أقويل بشأن زواج الفنان أبوسي في عامها 68 بعد سنوات من رحيل زوجها الفنان الراحل نور الشريف وكشف عدد من الجمهور أن العريس رجل أعمال شهير ولكن لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن ولم يتم تأكيد تلك الأقويل من قبل الفنانة بوسي أو ابنتيها حتى الآن أو من أي مصدر مقرب من العائلة نشرت الفنانة والإعلامية بوسي شل بمجموعة من الصور تجمعها بمجموعة من الفنانات والتي كانت من ضمنهم الفنانة بوسي من أحد الظهور لهم في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تواصل وتداول الصور والفيديوهات انستجرام وظهرت بوسي في الصور بإطلالة فاجأت الجميع حيث ظهرت بوزن ممتلئ وملامح متغيرة تماما بدت عليها ملامح وعلامات كبر السن وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي حيث جاءت أبرز التعليقات هي دي بوسي سبحانه مغير الأحوال ولم تنفي الفنانة بوسي عن خبر زواجها أو تؤكد هذا الخبر حتى الآن ولم تصدر أحد ابنتيها مي أو صارة شأن أو رد على هذا الخبر المتداول وهو زواجها من رجل أعمال شهير ومعروف جدا على المستوى العربي نتمنى من كل قلبنا مزيد من الصحة والعافية للفنانة الكبيرة بوسي وبكده يكون فيديو النهاردة خلص انتظرونا في فيديو جديد